أستاذ طارق متولي نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم مصر سابقا أولا إيه الفرق بين السق والسند إيه الفرق بين السقوك الإسلامية على النظام الإسلامي وبين السندات إن شاء الله خير مدام لبيس إزاي يا حضر أهلا بي الفرق بين السق والسند السند هو مدينية محددة في المدة وسعر بتاع حسابة طول فترة السند لما بيجي معادة إسحاء السند بسنتهي المدينية وبينتهي عمر السند السق ليس مدينية ولكن السق باج بي أسس يعني السق دايما بيبقى فيه وراء أسس ضمن هذا السق فالسقوك يعني كأنك هي مرهونة مثلا أو كأنك بترهن أصول بتختلف بضمان حاجة بضمان أو ممكن بضمان تطفقات نقدية يعني بالشرط الأسس ممكن يكون عندك تطفقات نقدية جاي من مشروع معين أقدر أهرن هذه التطفقات النقدية وأعمل عليها سقوك إسلامي ده بيتطفق مع الشريعة الإسلامية والنظام الإسلامي لأنه هو هنا السنة في هذه الحالة بض بي أس طب هنا طب ماهو برضو ده عنده سعر فايدة فازاي بعل معلش أنا بسأل بتفاصيل أكتر طب ماهو برضو ده محدد عليه سعر فايدة ماهو سعر الفايدة بيتحسب على حاجات كتير قوي يعني ما تيجي سعر الفايدة عنها حليك قلت في بداية حديث حضرتك وهارجع تاني لموضوع السق حليك قلت إن السعر الفايدة عالي سعر الفايدة أولاً الطاح اللي تم دهوة في الظروف العالمية اللي موجودة فيها العالم كله وموجود فيها الاقتصاد المصري والداوين جريدينج اللي حصل من مودس أنا بشايف النهاردة نجاح جامد جداً للإقتصاد الطاح وإنه اضغطت أربع مرات ده بحد ذاته لازالت هناك الأسواق العالمية بتصغ فيه الاقتصاد المصري وقدرته على ثلاث الاختزامات بتاعته خلال الفترة القادمة وده شيء مهم جداً وحاجة كويسة جداً نيجي للشق التاني وهو شق السعر احنا لما حدات قلت قلت للسندات الأخيرة اللي هي كانت فيه ست سنين وفيه لحد خمسين سنة قلت بقى المتوصل فيه خمسة وثمانية من عشر ساعة حضرتك لما بيجي انطاع أي منتج مالي في حاجتين بيحدث خالف السعر الأسعار العالمية وهي البنش مارك الدولار سعيتها كان واحد ثمية دولار 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 شربعة ثمية فزاد من رضي الدولار كبنش مارك ثلاثة في المية على التسعير اللي هو اللي حالك قلت عليه خمسة وثمانية من عشر النقطة التانية نزيجة الدونجريد اللي حصل لمصر تلتي دي اس تاعة مصر اللي هي قدرة مصر على السلف ارتفع فالانتفاع قدرة مصر على السلف عالميا انتفاعها بلاس الثلاثة في المية اللي هي زادة عن بيجي مارك اللي هو سعر الدولار أه أزرق تكلفة تكلفة قدرة مصر على الاستلاف مش القدرة يا تكلفة الاستلاف تكلفة الباروينج انتفاع نحن الانتفاع نحن مصر دولار اه